اهلا بكم استقبل الوزير الاول نذير العرباوي الخميس بقصر الحكومة السيد شودونيو المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر حسب ما افد به بيان لمصالح الوزير الاول تناولت المحادثات واقع وافاق التعاون بين الجزائر ومنظمة الاغذية والزراعة مع تجديد الادارة المشتركة للعمل على ترقية التعاون في اطار المشاريع الثنائية لدعم وتطوير قطاع الفلاحة وبالمناسبة نوه المدير العام عاليا بما حققته الجزائر من انجازات في القطاع الفلاحي بما سمح بتحقيق الاداء الاستثنائية الذي سجلته منظمة الاغذية والزراعة وبرنامج الاغذية العالمي في التصنيف العالمي للامن الغذائي الذي حازت فيه الجزائر على المرتبة الاولى افريقيا والمرتبة الاربع وخمسين من ضمن مئة وثلاثة عشر دولة مصنفة كرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الخميس بالجزائر الحاصمة نخبة من النساء الجزائريات لا اثبتنا تميزهن في العديد من المجالات الحيوية والابداعية وذلك خلال اشرافه على حفل بمناسبة اليوم العارمي للمرأة ونظم حفل التكريم بالمركز الدولي لمؤتمرات عبدالهطيف رحال تحت شعار المرأة الجزائرية نظالات ومكتسبات وافاق وهذا بحضور كبار المسؤولين في الدولة واعضاء من الحكومة الى جانب مجاهدات وشخصيات نسوية قال المدير العام لمجمع سونتراك رشيد حشيشي ان اطلاق مشروع بناء مركب بيتروكيميائي لصناعة الكيل البنزين الخطي والذي سيتم انجازه على مستوى المنطقة الصناعية بسكيكدا يمثل خطوة جديدة في اطار تجسيد البرنامج الاستثماري لسونتراك الذي يهدف الى تطوير صناعة بيتروكيميائية قوية واضح حشيشي في كلمة له بمناسبة توقيع اتفاقية بين سونتراك وشركة تيكنومونتا الايطالية ان انجاز المشروع الذي اسند بشكل كامل الى شركة على مدى 24 شهرا بعقد تعادل قيمته 1.5 مليار دولار وكشف المدير العام لسونتراك ان تاقة المركب البيتروكيميائي الذي سيدخل حيز الانتاج في ديسمبر 2027 تبلغ نحو 100 الف تون سنويا وسيسمح بانتاج محلي لمادة مضافة تستخدم في صناعة مواد التنظيف والمنظفات الصناعية تم انتخاب الجزائر عن منطقة افريقيا في شخص السفيرة سليمة عبدالحق الممثلة الدائمة للجزائر لدى منظمة حضر الاسلحة الكيميائية لتولي منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة لعهدة مدتها سنة اعتبارا من 12 مايه 2024 وحذرت السفيرة سليمة عبدالحق خلال النقاش في الدورة 105 للمجلس التنفيذي لمنظمة حضر الاسلحة الكيميائية المنعقدة بمدينة لهاي من مخاطر اعادة ظهور الاسلحة الكيميائية وتهديد استخدامها من قبل جماعات او جماعات غير حكومية خاصة في الظرفية الحالية التي تجهد تنامي الصراعات المسلحة في جميع اقطاب العالم في موضوع اخر اشرفت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري ابتسام حملاوي على انتلاق قافلة اعانات من المخزن المركزي للهيئة الكائن مقره بولاية البوليدا وتقدر الكمية باكثر من 250 طن محملة في 15 شاحنة مقتورة توجه الى 11 ولاية وهي بجاية بويراتيزي وزو ستيف سديب العباس عن نابا جالما قسنطينا جانات بشار وولاد جلال دعا المشاركون في الملتقى الوطني الاول الموسوم بالذاكرة واشكالية كتابة التاريخ الوطني مساء الخميس الى انشاء مدرسة وطنية عليا للتاريخ انتلاقا من اهتمام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتاريخ والذاكرة الوطنية اكد البيان الختمي لاشغال الملتقى الذي شارك فيه اكثر من 125 استاذ وباحث وازيد من 20 مخبر علميا متخصص على اهمية تثمين الموروث التاريخي والثقافي وصون الهوية الوطنية وتعزيز اللحمة المجتمعية عن طريق انشاء مدرسة وطنية عليا للتاريخ وتأسيس جمعية وطنية للمؤرخين الجزائريين تهدف الى توحيد الرؤى والاهتمامات بين المؤرخين ومرافق التوجهات الدولة في مجالي التاريخ والذاكرة في اخبارنا الدولية اعلن الجيش الامريكي الجمعة تنفيذ هجمات جديدة استهدفت الحوثيين في اليمن واوضحت القيادة المركزية الامريكية انها نفذت امس ضربات دفاع عن النفس ضد اربعة سواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن اشار بيان صادر عن القيادة الامريكية المركزية اسقاط ثلاث طائرات بدون طيار انتلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن واكد البيان انه تم اتخاذ هذه الاجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية اكثر امانا وايضا السفن التجارية قال الجيش الاوكراني ومسؤولون يوم الجمعة ان الدفاعات الجوية الاوكرانية اسقطت ثلاثة وثلاثون من اصل سبعة وثلاثون طائر روسية مسيرة استخدمت في هجوم اثناء ساعات الليل الحقت اضرارا بمنشآت للبنية التحتية في منطقة اوديسا بجنوب البلاد اقلت القيادة العسكرية الجنوب الاوكرانية في بيان انه تم اسقاط ثمانية عشر طائر مسيرة من طراز شاهد فوق منطقة اوديسا واربع طائرات اخرى فوق ميكولايف وخيريسون في جنوب البلاد ويأتي الهجوم على منطقة اوديسا بعد يوم فقط من قصف القوات الروسية للمدينة خلال زيارة للرئيس الاوكراني ورئيس الوزراء اليوناني طلبت السفارة الامريكية في روسيا من رعاياها تجنب التجمعات الكبيرة في موسكو بسبب ما قالت انها تقارير عن تخطيط متطرفين لشن هجوم وشيك ولم تقدم السفارة التي حثت الامريكيين مرارا على مغادرة روسيا فورا لكنها قالت انه يتعين عليهم الابتعاد عن التجمعات والتيقظ وذكرت السفارة في رسالة على موقعها الالكتروني انها تراقب التقارير التي تفيد بان متطرفين لديهم خطط وشيك لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو مثل الحفلات الموسيقية قالت انه يجب نصح المواطنين الامريكيين بتجنب التجمعات الكبيرة خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة علنت وزارة العدل الامريكية ان محللا استخباراتيا في الجيش الامريكي يعتقل امس الخميس بتهمة تزويد الصين بمعلومات عسكرية تتعلق بالدفاع الوطني قال بيان صادر عن الوزارة ان الرقيب كوربين شولتس الذي يحمل تصريحا امنيا يخوله الاطلاع على معلومات سرية للغاية تم احتجازه في قاعدة فورت كومبلا العسكرية على الحدود بين ولايتي كانتاكي وتينيسي ولم تحدد لائحة الاتهام الموجهة الى شولتس الدولة التي يقال انها كان يزودها بمعلومات عسكرية حساسة لكن تقارير اعلامية حددتها على انها الصين ووفق لائحة الاتهام زود شولتر منذ يونيو 2022 جهة اتصال في هونج كونج بمعلومات ووثائق وخرائط وصور تتعلق بالدفاع الوطني الامريكي لقي ثلاثة اشخاص مسرعهم واصيب ثلاثة اخرون الجمعة في انهيار عقار بمدينة الاسكندرية شمالي مصر وطلقت اجهزة الامن اختارا يفيد بنهيار عقار مكون من ثلاثة وابق في منطقة الورديان مع وجود مصابين ومتوفين وانتقلت اجهزة الامن رفقت قوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف الى موقع الحادث وتبين من الفحص ان العقار بناء قديم مكون من تابق ارضي وثلاثة وابق علوية ومأهول بالسكان انهار العقار بالكامل تقريبا عدى اجزاء من المحلات بالتابق الارضي ختام النشرة اطيب المنى في امان الله موسيقى